فاكريني الست لما قالت سألت شراح القاضي اللي هي زينة بزوجة شراح القاضي اللي كنا زكرنا قصتها قالت له فدلني على ما تحب وما تكره فإني امرأة غريبة يعني امرأة ما أعرفش طبعا فقال لا إني أكره أن يملني أصهاري أو قال أختاني فأرسلت إلى أمها لا تأتينا إلى رأس السنة يعني إيه اللي حاصل؟ أنا ما بحبش الزيارات كتيرة ما بحبش أن يجي حد ويعكر ويبدو أنه هو فعلا كان عنده حق لأنه لما جيه لقى حماته قاعدة في البيت بتؤمر وبتنها فهو إيه اللي حاصل؟ ففكرة أن أنت تلاحظ إيه اللي ممكن يعكر العلاقة بينك وفيه ستات بتبقى شطرة قوي ربنا وهبنا وهبها الكلام ده فتتصل بالناس تقول لهم لو سمحتوا بلاش الطريقة دي في الكلام قدام زوجي وإلا للأسف يعني مش هنقدر نستقبل حضراتكم أو بطريقة أو بأخرى فإيه اللي حاصل؟ يعني أنت بتشتري خطر زوجك وأنا تشتري خطر مين؟ يعني هو لو ما تشتريتش خطر زوجك هتشتري خطر مين؟ هتشتري خطر حد متجاوز هو لو ما اشتراش خطر مراته هشتري خطر مين؟ هشتري خطر واحدة بتتدلع حسسه بأنه هو محل اتهام ليه؟ فهو لازم يبقى فيه كلام واضح مين اللي انت شايفها يعكر علينا حياتنا وعلى فكرة وده كله مش هيأثر تأثير كبير في الحياة بتاعتنا المعكرين في الغالب لما احنا بنحط الحدود ليهم بيروحوا للمكان تاني يشوفوا ممكن يعكروا فيه ممكن يبقوا يروحوا مكان تاني يعني مش هتبقى فيه مشكلة لكن هي المشكلة اللي عندنا ان احنا عن خف من كلام الناس بس هي في الحياة مش هيبقى كلام الناس الناس كلها بتبقى عارفة لأن اشخاص المعكرين دولة ممكن يفسدوا حياة زوجية ولذلك اول حاجة نعود ونحدد من المعكرين ونتعامل معهم ازاي تاني خطوة وهي خطوة مهمة جدا نتجلنب الوجود بشكل مكسف او نختلط اختلاط زائد مع المعكرين لابد ان الزوج والزوجة يضعوا حدود للتعامل مع الاقارب والاصدقاء اللي هم من طبعهم ان هم معكرين زي اللي كان فيه مشاريع زواج ما اكتملتش والراعي الاصول في التعامل في الاصول الزوجية في التعامل معهم وتكون الزيارات والتواجد والاختلاط والاندماج ده بينهم بيتم في وجود الزوجين مش يبقى وهو مش موجود فيشتعل ويبتدي نفس الامارة بالسوق وتتقلب عليه ونفتح ابواب الشك والزنون اللي ملاش لازمة لازمة لازم نتجنب التجاوز من اي طرف يمكن يعكر علينا حياة زوجية وعشان نقفل باب الشك اللي ممكن يكون من اي طرف من الزوجين تالت حاجة لازم نعملها عدم افشاء الاصرار الزوجية لاي حد ايان كان فالكلام عن الحياة الزوجية وتفاصيلها امام المعكرين هم اسادزة المعكرين دولة اسادزة يعني بنت خالته اللي كانت عينها منه لما تسمع ان هو بيجي الكلم معاه بكل بساطة يقول له والله اصلا هي احنا بينا خلافه ويام مش بتفهم يقوله دي مزهاء مزهاء ويوصن ان هي مزهاء لزوجته وبعد كده تقول ان هي هو اللي قالها ان هي مزهاء هو ما قالش كده بس ايه فهمت كده فيتنقل كده فيفسد الحياة كلها بيبقى اسادزة المعكرين دولة ان هو ياخدوا الكلمة ويطوروها بما يتناسب انه فعلا لما يجي يتحقق اه الكلمة دي متناسبة جدا جدا او الصفة دي متناسبة جدا 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 لان دي امنيتهم امنيتهم انهم يكونوا سعداء مع بعض فلزلك لابد ان احنا لا نفشل اسرار امام المعكرين ولا امام الاهل بشكل عام لان ده ممكن يستقل بشكل سلبي ويهدد استقرار العلاق زي ما الزوجه مثلا تروح تشتكي من زوجه في معاملته او في دخله اللي مش بكفي واحتياجات البيت واحتياجاتها او ان الزوج يشتكي من اهمل زوجته او انها مستريفة مثلا او انها مش عارفة تديل البيت في حاجات لا بتعرف تديل البيت ولا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تنظف البيت ولا بتعرف كذا هنا بقى يتخذ الكلام ويتم المقارنة به ويتم تحكير صف الزوج الزوج وتم تحكير صف الزوجة ويحسوا ان هم مش مرضي عنهم ويحسوا بالرفض الزواجي هي تحس بان هي مرفوضة زواجيا ويحس انها مرفوضة زواجيا رابع حاجة يبقى لازم نوقف في شاء الاسرار ده تماما يبقى لازم اول حاجة نحدد المعكرين من هم تاني حاجة لازم ببساطة خلص نحط الحدود في التعاون مع المعكرين وما نسمحش بالاختلاط الزائد تالت حاجة لازم ببساطة ما نفشيش الاسرار ايا كانت الاسرار دي رابع حاجة عدم الانسياق ولا وراء كلام الاصدقاء ونصائحهم غير المعتدل فما ينفعش الاصدقاء مثلا يعرفوا تفاصيل الحياة الزوجية او العلاقة الخاصة ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا 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 فيعملوها سمراي على القهوة ويتكلموا مع بعض ويبتدوا الكلام دوت لما يوصل للزوجة يجرحها جدا ولا كمان لما يوصل للزوجة ان هي بتتكلم في ده بيجرحه جدا وده بيبقى تعكير واضح قوي وكتير من الزوجات في الجرسات الحريمي ما بتخليش بالها وإيه اللي حاصل وتبتدي تشتكي وهي بتتصور ان هي كده بتفطفل لكن هي في الحقيقة بتشعر النار في بيتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر